اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان تعزيز التعاون بين اطراف الانتاج الثلاثة سيسهم في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل ويعزز استدامة دوران عجلة الانتاج واشدد الوزير لدى لقائه رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على استمرار وتعزيز الجهود المبذولة من كافة الاطراف في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار القوى العاملة الوطنية ودعم العامل البحريني بفضل ما يتميز به من اخلاص وانضباط وظيفي وحرص دائم على تطوير ذاته لارتقاء بمستوى انتاجية المنشأة التي يعمل بها